الإنسان اللي عنده ذات عنده كبرياء أنا، ده إنسان في إيد الشيطان سهل جداً وما عرفش في يوم من الأيام هذا الشخص إنه ينتصر على الشيطان، أبداً 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 الشيطان عنده فيها نقطة ضعف جامده وهي الاتضاعف زي ما أنتم عارفين طبعاً القصة إنه هو ساقط بسبب كبرياءه، فهو عنده مشكلة مع الاتضاع والشيطان لو عرف يتضع يبقى تاب سواء مهرب مش ما يقدرش على الحتة دي وده اللي قاله لأبو مقار قال له أنت بتصهر، إحنا مش بننام آه، إنت بتصوم؟ إحنا مش بناكل بس إنت متضع، وإحنا مقدرش نعمل الحتة دي، وتحرق الشيطان الشيطان عنده مشكلة بقى مع الحتة دي قاعدة في حياتنا الروحية مع الحرب مع الشيطان عمرك ما هتعرف تنتصر عليه وإنت عندك كبرياء بل بالعكس، هتصير في يده زال عجينة يعرف يتعامل معك كويس قوي، الإنسان اللي عنده ذات عنده كبرياء أنا هذا إنسان في إيد الشيطان سهل جدا ومعرفش في يوم من الأيام هذا الشخص اللي ينتصر على الشيطان أبداً 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 خالص خالص لكن إمتى تعرف تنتصر على الشيطان؟ الأطدع، تبقى مبتضى هو بقى يشوف الحتة دي ويترعب لكذا دايما بننصح في المشاكل الزوجية لما يبقى جوزك مثلاً أو العكس داخل من الشغل، تعبان، مرهق وراح تنرفز وقال كلمة ماينفعش زوجته توقف قصاده برد أو بكلمة ليه؟ المسيح إلهنا لما اتهموا إنه هو ببعلى زابول رئيس الشيطان راح قايل حتة جملة جميلة أو كشفت هذا الموضوع قال لا يستطيع شيطان أن يخرج شيطان قال لهم خلي بالكم، دي الصفة الحلوة الوحيدة في الشيطان إنه هم متحدين مع بعض متحدين فلو اللي قدامك داخل عليك بشر، داخل عليك بنرفزة، داخل عليك بأي حاجة يعني داخل مصوق بشيطان بيقولك أرجوك ما تخشش إنت كمان عليه بشيطان لأن اللي هيحصل إيه؟ هيحربوا بعض، أبداً هيتفقوا عليكم إنتوا اللي تحت راح قايل بعدها كده لا تقابلوا، الشر بالشر افهموا المعضلة ماشية إزاي؟ ما هو إيه اللي بيخليني أنا رد؟ أنا مش مستحمل الكلمة، فالذات عندي عالية شوية فالشيطان يستخدم الحتة دي، لكن لو أنا متضع هعدي الموجة داخل جوزك زعلان من حاجة بيقول كلمة وحشة حتى لو غلط ما عليش حبيب حقك عليها بس، أنا عملت إيه كده؟ الشياطين فوقية أنا معي الشيطان والتاني اللي فوق حرقته ما هو شاف التضاع، تحرقه أنا ما دخلتش بشيطان تاني، يتحدوا هم الاثنين علي، أنا دخلت بالتضاع، وإذا معي الشيطان أغش بيه؟ لكده لا تقابلوا الشر بالشر لكده الاتضاع مهم جداً قصص كتير قوي عن هذا الموضوع كيفك الإنسان المتضع يعرف ينتظر على الشيطان؟ ترجمة نانسي قنقر